شاركت بلادنا اليوم في عملية أو في أعمال لقمة النظم الغذائية زايد اثنين التقييمية التي اختتمت بمقر منظمة الأغذية والزراعة الفاو بالعاصمة الإيطالية روما بوافد ترأسه وزير الزراعة والريو الثروة السماكية لو سالم السقطري وهدفت القمة التي شارك فيها أكثر من ألفين مشارك من مئة وثمانين دولة إلى تصليط الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لاستكشاف التحديات وكيفية مواجهتها والفرص المتاحة لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية وفق متطلبات المرحلة الراهنة وطلع وزير الزراعة والريو الثروة السماكية الوفود المشاركة بعمال القمة بالمعاناة التي تشهدها بلادنا جراء الحرب الحوثية منذ أكثر من ثماني سنوات والكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البلاد كالأعاصير وأثر جائحة كورونا على النمو والأمن الغذائي وكذا الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والريو الثروة السماكية في وضع الخطط والاستراتيجية لتحسين الأداء تدريجيا في خدمة أجندة التنمية الزراعية في المرحلة القادمة